راح تتحرك في صفر رعوس ونتأمل فيه مع بعض من خلال مبادرات المحبة راح أتكلم عن ثلاث أنواع أو ثلاث مبادرات في صفر رعوس بنشوفها هي مبادرات المحبة وليه سميتها مبادرة؟ إن هي تحتاج إلى من يبادر في تقديم الحب من يبادر في تقديم الحب؟ أول شيء راح أتكلم عن مبادرة المحبة الأسارية مبادرة المحبة الأسارية بنشوف ألي مالك عندما واجهت عائلاته جوع أخذ العائلة وقرر أن يذهب إلى بلاد مؤاب وده بنشوفه فرعوس واحد وعدد اثنين شوف المحبة من خلال معاملة نعمي مع كنتيها زوجات أولادها كيف تعاملت رعوس وعرفة مع حماتها شوف بعض الدروس الموجودة في هذه المبادرة بعض الدروس الهامة اللي بنقدر نكتشفها من خلال هذه المبادرة أول درس شوف قيادة البيت تقع على عاطق الزوج لما ألي مالك شاف أن بيته في خطر أن عائلته في خطر قرر أن يقود العائلة يهرب من الجوع مش هتكلم عن معضلات لهوتية في السفر مش هتكلم على العقبات تفسيرية موجودة في السفر لكن رح يكون العدسات اللي بتطلع بي من خلالها على سفر رعوس أشوف من خلال عدسات الحب هيدا المنزار اللي حتطلع من خلاله اللي رح نكتشف من خلاله سفر رعوس مش هتكلم إمتى دون السفر ومين اللي دونه والجدليات اللي موجودة بعض التفسيرات الموجودة مش رح هتحرك في قصة تفسيرية على قد ما يكون النظرة تبعوله هي نظرة الحب فبنتشوف قال مالك قررني يروحي وياخد علت ويذهب إلى بلاد مؤاب فقيادة البيت الطاقة على عاطق الزوج إذا كنت أنت أب موجود بتقود فأنت مسؤول عليك قيادة البيت أخو يا أختي لما بنشوف أباء غيبين واخدين دور سلبي في قيادة البيت يا ما بيوت بتتضمر بسبب غياب دور الأب وهي دا كوارث بتحصل لا إيه أولاد بيضيعه بيوت بتتفكك أسر بتضيع لما بنلاقي إن الأب غايب دوره فقيادة البيت طاقة على عاطق الزوج رقم اتنين مسؤولية حماية البيت على الوالدين عندما تواجه الأسرة الخطر لابد أن يجدوا حلول من أجل سلامة الأسرة وده نشوف أن الأسرة تكاتفت وبدأ يطلع مع بعض محبة الأسرة لم يكن الأب أناني فكر في الهروب من الجوع بنفسه بل كانت مبادرة تشمل كل العيلة لما الجوع كان ينفع أن يقول أنا هارب لحالي ويقام أباء بنلاقيها تركت أسرها دشرت أسرها وفلت ليه لأنه رفض يتحمل المسؤولية رفض يهرب من دوره وهي دي مش أفضل شيء عشان كده بنشوف محبة الأسرة قرر يهرب قرر يطلع بكررش يهرب لحاله لكن قرر ينقذ عائلته من الجوع أنا أعرف أشخاص في ناس مننا موجودة كانت في بلادهم يتعرضون لحرب وضمار قرر يحمي عيلته ويهرب ويطلع تشوف المبادرة تشمل المخاطرة المبادرة تشمل المخاطرة أي تغيير تعمله أو إحداث أي تغيير فيه مخاطرة أن أنت ما بتعرف الخطوة اللي أنت رح تاخدها مخاطرها لكن قرر أن يأخذ المخاطرة خمسة المبادرة تجعل عيوننا على المصادر التي بين أيدينا كان عنده مشكلة لكن فكر كيف نطلع وين نروح فخلينا دايماً لابن نشوف نتعرض بحياتنا الأسرية لمشاكل وتحديات في حياتنا جرب أننا نلاقي حلول تشوف كمان مبادرة المحبة الأسرية المحبة بين أفراد العيلة بين رعوس وكنتيها رعوس ونعمي تشوف يكتب عنها هذا السفر اللي بيقول كده بوعز بيقول لها شعبي يعلم أنك امرأة فاضلة أنك امرأة فاضلة كمان من دروس اللي بنتعلمها في هذه المبادرات المحبة تستمر وسط ظروف متغيرة بنشوف أني نعمي اجت على بلاد مؤاب في حبة رعوس ورعوس حبتها لما رجعوا لبلاد إسرائيل أو بيت لحم إلى بلاد فلسطين إلى بيت لحم نلاقي المحبة استمرت كانت رعوس تعمل طول اليوم لأجل التقاط سنابل الشعير عشان تقدر تعول حماتها فالمحبة ثابتة وين ما بتتغير الأماكن وين ما بتتغير الظروف محبة بين أفراد العائلة هي محبة ثابتة فبنشوف هيك بيقول كده لسقت أو التسقت حسب ترجمة فندايك يقول كده التسقت أو لسقت نعمي برعوس عشان هيك في جملة راعة جدا نتمنى نكتبها الحب فعل وليس ردة فعل الحب فعل وليس ردة فعل أنا من أبادر بالحب مش طالب خي يقدم لحب متل ما بحبه عشان هيك الحب هو فعل أنا ببادر بالمحبة لزوجتي لزوجي لولادي فالمحبة هي فعل أنا ببادر فيه وليس ردة فعل مش أنا بحبه عشان هو بيحبني لا أنا أمن أبادر بالمحبة وهكذا فعل الله مع كل واحد فينا الله بادر بالمحبة الله بادر بالمحبة رغم نحن لا نصحق لكنه كده حبنا فضلا شوف المحبة من خلال التأمر في قصة رعوس الإخلاص لعبادة الله ترك الأوثان تركت شعبها من أجل محبة الله تركت العادات والأمور المتورسة حتى تتبع الله الحي شان هي الطاعة مكلفة الطاعة مكلفة لما بنشوف رعوس هي مؤابية لكن لقيها أن هي التسقت بالإله الحي إله إسرائيل الإله الحي إله إسرائيل هاي دي المبادرة الأولى موسيقى